في ظروف استثنائية غير مسبوقة بدأت انتخابات الرئاسة الأمريكية تدخل في مراحل الجد انتخابات وسط الحرب العالمية على غزة يأما تاخد المنطقة الحرب إقليمية أو تسحى بالدنيا للحرب العالمية ثالثة واللي بتشهد مفاوضات حوالين صفقة سياسية لوقف الحرب وتبادل الأسرة انتخابات فيها طرف انسحب هو جو بايدن لأسباب صحية بعد ما كان بدأ حملته الانتخابية وخاد المناظرة بتاعته الأولانية ضد دونالد ترامب وتم استبداله بالنائبة بتاعته كامالة هارس اللي استلمت الراية اتأخرها وبعمطلوب منها تعود التأخير بسرعة وتحاق الفرق في الأمطار الأخيرة منافسة بيستخدم فيها كل طرف كل أدواته عشان يثبت فشل وخطورة الطرف التاني الديمقراطين مركزين على خطورة ترامب على التجربة الديمقراطية والحرية والفوضى وعقلته المتطرفة والسياسات الخارجية اللي هتوارد العالم في المشاكل الجمهوريين جغالين على نقف خبرة كامالة هارس وان انتخابها معناه استمرار انهيار هيبة أمريكا والفشل الاقتصادي بغير التلميحات العنصرية بسبب لون بشرتها واصولها حاملة كامالة هارس ومنطق الديمقراطيين هو دعم الكيان الصهيوني كأنه جزء من الدستور الأمريكي لكن من غير صياح من غير تصريحات رنانة وبشكل يحاق الغرض من تحت لتحت وفي العالم يظهروا أمريكا كطرف محايد وده عملته إدارة جو بايدن اللي بدت للصهيوني كل حاجة لكن كان عندها الجرأة انها تعتبر نفسها وسيط نزيل في مفاوضات لوقف الحرب اللي بتسلح فيها طرف لقتل الطرف التاني منطق الجمهوريين ودونالد ترامب هو البجاحة البجاحة التامة يعني البجاحة في دعم الصهيوني بتصريحات وأوعود علنية بتتنفس غالبا من عينة زيادة مساحة الأراضي المحتلة دعم حرب أو دعم بجرم الحرب في حربه ضد غزة وفرض النفوذ الأمريكي بقوة السلاح على المنطقة وطبعا إعلان الولاء لللوبي الصهيوني وتحريط يهود أمريكا على عدم التصويت لكمال هارس باعتبارها أشيوعية مولية للفلسطينيين نفس مستوى الخلاف ده مستمر في أضايا كتير فاصلة وحاكمة في الانتخابات زي تغيير النظام الفدرالي التعامل مع المهاجرين الاقتصاد الدرائب منظومة التأمين الصحي الإجهاد التغيرات المناخية حيازة السلاح التعامل مع المثليين ودي أضايا بعضها متكرر في كل الانتخابات من ساعة موعين على الدنيا كده لكن اللي يهمنا بشكل أساسي هو السياسة الخارجية للرئيس القادم لساكن البيت الأبيض اللي هيقعد في المكتب البيضوي في البيت الأبيض وده محور حديثي مع ضيفي العزيز اللي منورني للمرة الأولى في الستوديو دايما إحنا معانا بالساتي لايت سواء على الزوم أو بالسكايب أو بأي طريقة من بعد الدكتور مايكل مورجن البحث السياسي مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية هو النهار ده معانا في الستوديو مصري جديدة منورنا في تي سي مناورة بيكي كل الستودي والاستاذ الله يسلمك ويمكن على سكايب قبل كده ما جاتش فرصة ان انا باركلك على الماجستير بس نقولك مبروك يعني الله يبرك فيك ومش بعيد عن امريكا الماجستير طيب حلو كان بيكلم عن وسائل العلام الامريكية فاكس نيوز وسيان ان فمش بعيد هيل هيل الف الف مبروك ان شاء الله عبارة الدكتوراه يعني مش عارفة امتى بس هنحاول اخوار حضرتك يا حمد الله الله يسلمك طيب دخلين على انتخابات يعني تقطيع محورية اكشل في تاريخ امريكا الانتخابات ديئت بالذات 2024 ليها طبع مختلف عن كل الانتخابات السابقة طيب احنا يعني دلوقتي في سباق ما بين مرشح للحزب الجمهوري ومرشح للحزب الديمقراطي هاريس وترامب بايدن يعني بيمشي من السباق متأخرا يعني كون الناس كلها دقوا يلا انسحب يلا يمشي يا حبيبي يلا مش عارف ايه بس متأخر جدا يعني دفع بكاملة هاريس وانسحب هو واصبح السباق الحالي بين دونالد ترامب وكاملة هاريس اعتقد ان التأخير في الخروج ده كان مقصود يعني وهنا تطرق ليه مقصود ليه مقصود لانه في الفترة اللي فاتت كلها السنتين اللي فاتوا او السنة ونص اللي فاتوا كان دونالد ترامب بيلعب على حتة الحالة الزهنية والحالة الصحية لجو بايدن وابتدى يعني دوت يمكن كان طعم حبة من الديمقراطيين انه هو يبتدي يرسخ في عقل الشعب الامريكي انه ما ينفعش يبقى حد كبير قوي يبقى مالك يبقى ساكن البيت الابيض فلما خرج جو بايدن ويمكن هنتكلم عن دوت بتفاصيل لما يجي سؤال مناسب دلوقتي مين الكبير في الصورة؟ دونالد ترامب فدلوقتي كلام اللي كان بيقوله عن كبر السن راح عليه احنا بنقول عليه دلوقتي المرشح المسن بالضبط طيب ترامب هاجم بايدن وقال عليه انه فلسطيني وانه يعني ترامب قال على بايدن بعد كل اللي عمله انه فلسطيني ولا يسمح لإسرائيل بإنهاء مهمة خلينا نفتكر يعني ترامب قال ايه على بايدن تفضل شفت لما قاله هيزا بالسطينيا وفلسطينيا بص تأثر ازاي بايدن هو بصي يعني هو طبعا عشان بس نبقى فاهميني ده سياسات حزب سياسة الحزب الديمقراطي دايما الدفاع عن الاقليات الدفاع عن المجموعات الصغيرة اللي هي محتلة يمكن اجندة الحزب الديمقراطي تمشي تماما مع محاولة حل القضية الفلسطينية لحل دولتين ويمكن كان فيه تصريح قريب من براك أوباما بعد 7 أكتوبر قال يا ريتني لما كنت في البيت الأبيض كرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية عملت مع اسرائيل بشكل أقوى وبشكل حاسم أكتر عشان ما نوصلش للمرحلة دي فهي دي اجندة حزب لأن احنا شفنا دايما جو بايدن طلع قال لو أن أنا صهيوني أمريكي صهيوني مسيحي صهيوني ده رح مجلس الحرب في الكيان الصهيوني الراجل بايدن فهي أجندة حزب الحزب الجمهوري أنا اسمعت المقدمة بتاعت حضرتك وأحب أن أنا بس أعلق على جزء أن الجمهوريين فعلا بيدعموا إسرائيل بشكل غير محدود وشكل غير مشروط بس هو السبب إيه ويمكن أن هو إسرائيل قدرت تنجح في دوت أن إسرائيل باعت للأمريكان وخاصة الجمهورين أو الكونسيرفاتف اللي هم المحافظين أن هي بتتعامل مع جماعة إرهابية وأدراجتها على جماعات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي منظمة حماس فدلوقتي لما بتيجي إسرائيل تقول أنا بعمل حرب مع حماس في ذهن الجمهوري الأمريكي أن هو إسرائيل بتعمل الصح أن هي بتحارب الإرهاب فهي دي كانت خدهة إسرائيل لمحاولة محقو الهدف الأساسي هي عملت فريمينج لحماس أنه حطوها في فريم التروريزم بالظبط فهي حاجة تأصل من حماس مقاومة أو محاولة رد الأرض أو يبدو الإرهابيين فعشان كده أنا مش بدافع الجمهورين بس بعضح لحضرتك من وجهة نظرهم هو ليه لدعم الغير مشروط ده وهي أدية خدهة إسرائيل أنا دايما بقول كده في تحليلاتي إن إسرائيل لما كان في حركة المقاومة وفتح كان ممكن في وقت من الوقات تتزنق سياسيا ودوليا وتضطر أنها تقعد على التربيزة وتوصل لحل لكن لما يبقى فيه طرف ثالث موجود عمر المشكلة هتتحل لأن حماس دايما على غير وفاق مع فتح وفتح على غير وفاق مع حماس فإسرائيل بتقول لما هم يتفهم مع بعض نشوف نقعد مع مين طيب يعني فيه فيديو كنت أنا ناوية أشوفه مع حضرتك في آخر الحلقة ولكن ببقى أنك قلت لي إن هم عملوا فريمينج أو أطروا وده على فكرة دراستي هم فصلوا المشهد يعني أنا بحب يعني مش عارف أقدر أقول اسم فيلم مرجان أحمد مرجان فيلم رأيب جدا كان فيه مشهد كده عادي الإمام ودائما بحب أتكلم عنه لما راحت برع للجامعة وقال لرئيس الجامعة يوسف داود قال له إحنا بقى إحنا هنعمل هنا مساكن للطلبة وهنعمل هنا ملحة ليلة عشان أولادنا يرقصوا قداما عنينا وهنعمل هنا شارع نحط فيه شوية زلط وطوب عشان لما يعملوا علينا مظاهرات نبقى إحنا كنترولين هي إسرائيل بتعمل كده يعني إسرائيل بتعمل كل المشاهد تحت التحكم أنا بعد شوية هارد يعني بجيب فيديو لأنك حضرات فكرتني بي دلوقتي وإحنا على الهوى أنه إزاي وسائل علام الأمريكية بتتحيل على الناس عشان تبرق إسرائيل وتبين أنها عادي اللي بتعمله دا يعني دا اللي المفروض يتعامل ترامب هاجم بايدن وقال عليه فلسطيني وأنه تأثر بشدة بايدن في مؤتمر الحزب الديمقراطي كان له رد طبعا دبقى قليل مثل مصري أسمع كلامك أسدى أشوف أمورك أستعجب يعني طبعا جو بايدن قد دعم غير مشروط لإسرائيل وده لأسباب أسبابه أنه طبعا كان محتاج دعم إسرائيل من اللوبي السهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية عشان ياخد فترة رئاسية تانية سواء هو أو سواء الحزب بتاعه النقطة التانية كان بيركن على شمات أنه حماس دي جماعة إرهابية النقطة التالتة عندهم حتة أنه حماس دخلت في حتة ما بعد حدود 48 وده تعتبر هجوم على أراضي إسرائيلية طبعا إحنا من وجهة نظرنا في المنطقة لنا منظور مختلف خالص عن حدود الحقيقية للدولة الفلسطينية الحلول الحقيقية فهو بيستند على كده لكن دلوقتي طبعا دوت سبيتش بتاع خطاب بتاع الانتخابات وأنا طب فين السلام اللي أنت كنت عايزه من سنة يعني وفين الصفقة اللي أنت كلمت عليها وإنت بتاكل الآيس كريم وقلت نتنياهو بعد هالي وكده وعلى فكرة يعني الناد مش دفاعا عن ترامب لكن بالرغم أن ترامب يدعم إسرائيل بشكل غير محدود أنا من وجهة نظر المتواضعة يعني مش متأكد أن لو ترامب كان موجود في الحق في وقت 7 أكتوبر كنا عمرنا ما هنشوف الرد فعل العنيف الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين المدنيين وليس الحمسوية ما كناش هنشوف دوت ولو شاف هذه المذابح أعتقد طب ما هو شايفها دلوقتي ما يقدرش يعمل حاجة لا مش عايزة يعمل حاجة ما قالش حاجة قال قال إيه لا قال قال أنا مش بدفع عن ترامب بس هو قال اللي هو قتل المدنيين أيه قالها يعني مرور الكرام جدا يعني يعني بس أعتقد يعني كأنه بيخلص ضميره بس كده سريعا لكن ما توقفش عندها خالص لا أعطى بس إحنا ما هو في حاجة يقولك لازم أشوف الباترن اللي هو النمط آه يعني أنا عارف واحد عشان أنا قادر أتوقع أراءه المستقبلية شوف النمط الماضي بتاعه وكان عامل إزاي احنا شوفنا ترامب كان أربع سنين حصلت حرب في أي حتة في العالم في ترامب كان موجود لا وكنا على شفة حرب مع إيران ونورث كوريا كوريا الشمالية ما عادي التاريق على الرجل بيقوله أنا عندي زرار ناوي أكبر من الزرار بتاعك كان بشوقف عضلات بالقوة ولكن لما جيك جد ما شوفناش أي حروب هل كان يقدر بوتين يخش أوكرانيا وترامب كان موجود فيه مستحيل كامالة هارس مكملة في نفس كلام بايدن فيما يتعلق بطريقته وبالستايل بوك اللي الحزب بتاعهم ماشي بيه لما يجوا يكلموا لا احنا الديمقراطيين بنقولوا حاجة في التلفزيون وبنعمل حاجة في اللقاء طيب نشوف الديمقراطيين نشوف كامالة هارس بتقول ايه عن فلسطين لابسة جاكت نفس اللي هم بتاع الست بعد ما قالت كل حاجة ووقف اطلاق النار ومعاناة الفلسطينيين والناس في غزة وكل حق اسرائيل الدفاع عن نفس طيب قبل ما اتكلم هشوف بس ترامب شون ونرجع تاني قال ايه بقى في نفس الصياء نشوف ترامب شوفنا التناول للقضية الفلسطينية بين الحزب الجمهوري اللي بيمثله دونر شامب والحزب الديمقراطي اللي بتمثله كامالة هارس ازاي شايف اكشل انا احب اهني حضرتك والمجموعة الادادة على تجميع المقاطع دي لان هي دي بتكشف الحقيقة تماما صهرانين طول الليل والله صهرانين طول الليل والله صهرانين طول الليل والله الحقيقة تكشف الحقيقة تماما انه للأسف الديمقراطيين بيقولوا كلام حلو بس لما نيجي في الجد ندعم حق اسرائيل لها الحق الدفاع عن نفسها وخدت بال حضرتك الكلام اللي انا قلته قبل ما نشوف حتى الفيديو قالت وخاصة في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وحماس ميليشيات ايران على طول نخش في القلب ده فورا عشان نبرر كل القتل والنهب واحتلال الأراضي الزيادة يعني يعني اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك اصدقى انا عايزة سأل سؤال تاني هي كاملة هارس دي بتشتغل دلوقت نائبة الرئيس وتمثل حزب ايه الديمقراطي اللي هو في السلطة عملوا ايه للغزوية والفلسطينيين ولا حاجة بالعكس بيبعثوا مساعدات لإسرائيل وبيبعثوا أسلحة وصفاقات وعيتاد وكل الحاجات انا صدقك ازاي انك مش موافعة اللي بيحصل في إسرائيل لما انت دلوقتي تقدري توقفي هذه الحرب عندك السلطة عندك السلطة انك تقدري النهاردة مش بكرة ولا الاسبوع الجاي ولا السنة الجاي ولا متيجي كرئيسة الولايات المتحدة عندك السلطة ما تمدوش على صفاقات أسلحة هي ليه قابلت بن يومين نتنياهو في لقاء خاص لو انت معترض عن سياسات ومش طيقات طبعا قصة انها مراحتش الكونجرس وحضرت يمكنها سمعت في الإعلام العربي ان دي كان نوع من موقف التخزد وضد لا خلص تماما يعني ده موقف انتخابي فقط عشان تغازل مجموعة الطلبة اللي هم خرجوا في ضد نتنياهو إسرائيل وكلام ده كله لكن راحت قعدت معاه في غرفة مغلقة وطرعين متصورين مع بعض ومبسوطين جدا وبيسلموا على بعض فيعني امور مش واضحة دونالد ترامب واضح زي ما قولت لحضرتك يمكن قبل الفيديو هو قال شفتي قال فيه قاتل كتير وفيه ولازم الامر دوت ينتهي فورا قال له لازم ينهي الشغل ولازم ينتهي فورا بس هو بيكلم عن ناصر لنتنياهو لا بيقول لو عايزي حقق الناصر حقق الناصر وانهي وانهي حقق الناصر ديت انا اعتقد انها تحققت قريدي بالنسبة لإسرائيل يعني او بالنسبة للداخل الإسرائيلي في قتل اسماعيل هنية واختيال اسماعيل هنية لان اسرائيل ما قدرتش يعني من احد شروطها لانهاء الحرب هو تفكيك مؤسسة حماس تماما والتخلص من حماس تماما ما قدرتش تعمل دوت فهم حابوا يعملوا يعني شان كده كمان احب اقول ان انا شايف بوادر صفقة هتحصل قريب وسببها هو اختيال اسماعيل هنية عشان يقدروا يقولوا بصوا انها عملنا ناصر واختلنا الزعيم وعلى فاكرة ما لسه فيش حد حاجة تكلم لسه على طائرة رئيسي اللي وعد يعني ده موضوع كده تحس انه كان احنا دخلنا بعد كده في اسماعيل هنية وفلان وفلان فاحنا مهنلحي على ايه وليه لا بس ما حدش تكلم عن دوت وفين الرد فعل الايراني سواء عن قتل رئيسهم ولا قتل اسماعيل هنية في ارضهم بانسان هنية ديلوا عشرات سنين عايش في قطر ما تدالش لينك يعني في كلام كده يعني مش يعني فواضح ان في انا شايف بعد زيارة بلينكين اليومين اللي فاتوا دول يعني مبارع النهاردة في مصر اعتقد ان في بوادر صفقة قريبة هتبقى مؤقتة لا اعتقد ان زيارة بلينكين النهاردة لمصر مخرجاتها شايفها ازاي هو طبعا فيه تكتيم وتعتيم عشان يتم الوصول لحلول لكن هو جيب يعني هو جيب من اسرائيل فمعنى انه جيب من اسرائيل يعني يتلم ناتنياه وفي الاول هو قال ان الحوار معاه كان كونستركتف بناء بحسب التعبير الجرائد الامريكاني يعني كونستركتف بناء اللي هو يعني احنا بنماشيين في الاتجاه اللي نوصل فيه لصفقة او ديل يعني فاعتقد طبعا دور مصر محوري جدا لا ما فيش حد يقدر ينكره لكن هيبه فيه كلام عن وبرضا اقريت خبر تاني ان مصر قالت ان عندهاش مانع ان يبه فيه مجموعات حراسة دولية بس ماكسيموم لمدة ستة شهور يعني اكثر مدة ستة شهور لمحاولة التسيطرة على الاوضاع على حدود رفح نعم صراع انتخابي 77 يوم على الانتخابات ويعني كل طرف من الاطراف بيهاجم بشدة الطرف التاني نشوف كما لهارس وهي هدوهاجم ترامب ايه ده ايه السباق ده لا السباق عنيف وشارس يعني شايف ازاي الهجوم التقطيع العضام قالت انا كنت باحبس الناس او تكسير العضام انا كنت باحبس الناس لما كنت يعني وكيلة نيابة الناس اللي سرها والناس اللي عمل فكده انا عارفة ترامب كويس قالت على كل حاجة الاواضي اللي فيها ترامب بيتحكب دلوقتي يعني هي فصصت الاربع او خمس اواضي وفردتهم وقالت في الاخر انا عارفة طريقة دونالد ترامب وعارفة مين هو دونالد ترامب وهو طبعا قال ان هي كدبت على الشعب الامريكي ان هي دايما لما كانوا يسألوها على سلح جو بايدن تقول هو ممتاز وهيل اه طبعا يعني طبعا احنا كلنا شايفين انه يعني انا يمكن في مداخلة مع حضرتك من فترة بعيدة يعني قلت ان الوقت ده يعني حتى بصعب علي ان انا اتكلم عليه لانه راجل مسن يعني ماينفعش حتى نتاري عليه لانه الموضوع دخل في مرحلة ان دوات ادالت ابيوز يعني ناس بت بتابيوز راجل كدير زي شايل ابيوز دي ادالت ابيوز يعني انه ماينفعش كانوا يسبوه او يحطوه في هذا المكان وخاصة رئاسة اكبر دولة في العالم بغض النظر ان فيها مؤسسات قوية يعني كل شايلها هي اللي شايلها وهي اللي بتاخد القرارات ولكن طبعا الوجهة الوجهة مهمة بشكل عام والحقيقة كامالة هارس في الاول احنا كلنا بنبصلها انها بحتة ما لهاش ولا لون ولا طعم مش قوية ما شفنا لهاش اي حاجة ولكن من اول ما تراجع ترامب خطوة تراجع بايدن خطوات للوراء وشفنا شخصية تانية لكامالة هارس وفي فيديو كده نطيف كده شوفوا مع بعد من هي كامالة هارس شفنا دلوقتي واحدة تانية غير اللي كنا شايفينها في الاول لا كامالة هارس اللي تغلبه لعبه يعني على فكرة فيه شخصيات يعني انا رأيي لو ميشيل اوباما كنا تترشع كان انا رأيي شخصيا كان هاختلف عندها كارزمة عندها قوة انا معاك تماما كنت متوقع ان ميشيل اوباما وكنت اتمنى انها كان هي بسباق حقيقي وسباق لطعم يعني عارفة يعني فيك سوبجكت بس هي ميشيل اوباما واوباما نفسهم هما الاتنين سندوا اه طبعا هما سندنا تمام بس انعني اتقال ان اوباما لحد دلوقتي بيقود في الحزب الديمقراطي بشكل كبير احنا امكان كان فيه فيديو مشهور لما ظهر البيت الابيض وكل الاستاف البيت الابيض الناس اللي شغلين سابوا جو بايدن وراحوا تصوروا ووقفوا جنب باراك اوباما بشكل ملفت للنظر يعني فكان الوضع مش مش لطيف ولكن بصي كاملا هارس يعني هي كانت محظوظة في الدخول نائب رئيس ومحظوظة ان دخلت دلوقتي السباق لانه دخلت في مرحلة ان الحزب الديمقراطي الخارجي انا عندي احساس ان فيه حد من القيادات الحزب الديمقراطي هو اللي ورد جو بايدن في المناظرة ديت يعني اعتقد كان فيه حد بيقوله لازم ما تكملش وهو ما ما اصرش فدفع بهذه المناظرة لان المناظرة ديت كانت كارثية بالزبط للحزب الديمقراطي بشكل كبير جدا بايدن ظهر في اسوأ حالته واعتقد ان ده كان مقصود ويمكن دوت عشان يتحرق او انه يبقى فيه مبرر انه هو مش هيكمل ويمكن انا مش عادي فكان نفسي لو الاعداد كان اياب جاب المداخلة اللي عملتها مع حولك يمكن من سنة قلتلك ان جو بايدن مش هيكمل لو تفتكري وانتي حضرتك سألتيني ساعتها قلتيني طب هو ليه مرشح نفسه قلتلك لحفظ مقل الوجه لانه هو لو قال النهاردة من سنة فاتت ان انا مش هكمل يبقى انا مش صالح ان انا ابقى موجود دلوقتي لازم يقول انا اه ده انا همشي لحد اخر اللاين يعني فهو كان معروف انه هيجي حد تاني كنت اتمنى ان هم يجيبوا حد افضل شوية من كامالا هاريس ولكن هم يمكن بيلعبوا دلوقتي على الكرت بتاع ان هي ذاتة بشرة سوداء وهي مش سودة على فكرة هي اصلا هندية فمش معنى ان بشرتها غمقاتة بقى بلاك يعني هي مش من اصول افريقية بمناسبة انها نائبة رئيس اختيار كامالا هاريس ودونالد ترامب كل واحد لنائب الرئيس ازاي شايف اختيار شخصيات نواب الرئيس اعتقد ان دونالد ترامب لم يوفق في اختيار النائب الرئيس بتاعه بالرغم من ان انا سمعت خطابات كتيرة جاي فانس اللي اختاروا دونالد ترامب ولكن التوقيت والاختيار مش مزبوط يعني اعتقد كان لازم يشوف حد من ذاتة بشرة سودة بجد يعني جوفرنر او كونجرسمان بتاع اوهايو الناس اللي هم السودة عشان يكسب اصوات السود وكان من الافضل كمان لو كانت واحدة اه يعني لو كان ايدي كان هيوزن كان هيوزن اه بس برضو ده الماكر بتحديموقراطيين يستنوا لما هو اختار وبعد كده راحت هي اختارت حاكم منسوتا الابيض عايز والتس اللي هو اللي هو سمح بدعم فكرة المثليين في ولاية منسوتا وغير العلامات على الباثرومز الحمامات انه يبقى كل الناس تخش مع بعضها عادي وحط فوض صحية للرجالة وحاجة يعني حاجة اخر جمال حاجة سيئة الاختلافات صحيح في القضايا الداخلية ما بين كامالا هارس ودونالد ترامب وايه خطة او مشروع عام 2015 كامالا هارس بتترشح على فكرة ما تنتخبوش دونالد ترامب هو ده البرنامج الانتخاب بس كان هو ده البرنامج الانتخاب للديموقراطيين ويمكن نبتداش جو بايدن يعني انت حقيقي لاحظت انه في اول سنتين بعد ما دونالد ترامب طالع وبعد في ثالث سنة امتدوا يلبسوه بقى الواضي دي كلها لسه بتكلم عن دونالد ترامب طبعا انت بتكلم عن ايه ليه يعني هو الراجل مش واخد اي منصب سياسي دلوقتي فهو كل الاجندة بتاعتهم don't vote for دونالد ترامب وقالوا انه في 2025 هيحاول يغير حاجات من الدستور وبيعمل دعم زي lobbying من كافة السياسيين الامريكيين ما فيش معلومة محددة ولكن هي زي محلولك تفضلتي قلتي تكسير عظم اعتقد انه امريكا دلوقتي في وضع حساس جدا وانا اعتقد ان دي انتخابات محورية لان الموضوع ما بقاش اهل وزمالك زي زمان يعني ما بقاش الجمهوريين وديمقراطيين الموضوع دلوقتي دخل في مرحلة حارجة جدا ان امريكا ممكن تتورط في مشاكل وحروب خارجية وخاصة اللي حصل اللي بيحصل دلوقتي يعني يمكن هاي اكتفضلت في بداية الحلقة وقلت احنا يعني ينكمل كويس ينخش حرب عالمية يعني شوف احنا يعني في مفترق طرق صعبة جدا ايه مشروع عالفين خمسة وعشرين سريع بيقولوا بيقولوا انه يعني يقال بيحاول الحزب الجمهوري يعني ان هم يغيروا فيه بعض حاجات من الدستور ويغيروا يمكن فترات رئاسة الرئيس وانه يبقى فيه نوع من اختلاف التعامل الخارجي للولايات المتحدة الامريكية يعني في النهاية انت شايف مين اللي هيفوز مين الاقرب للفوز من خلال خبرتها يعني هو سؤال صعب انا عارف سؤال صعب جدا يعني لحد ما كان دونالد ترامب في يوم المناظرة كان دونالد ترامب لو ترامب وبايدن كان اكيد دونالد ترامب لما دخلت هارس المعادلة تغيرت شوية جمعت فلوس كتير جمعت فلوس كتير لأنه الديمقراطيين دخلوا في حالة هستيريا ايه اللي هيحصل لو لو ما فيش حد ما كان جو بايدن فلازم نشوف اي حد بسرعة جاهز وانا اعتقد انهم كانوا بيعدوا برضو جافن نيوزم اللي هو حاكم كاليفورنيا بس ما قدرش يجمع فلوس كفاية او ما قدرش يعني قالوا خلاص خلينا اللي موجود انا يمكن اتوقع ان الفترة الجاية لتلات شهور الجايين دول يا اما جو بايدن ودي قلت الحضر برضو عليها انه هو يا اما مش هيكمل كرئيس وهي تكمل التلات شهور دول وده اعتبر تاكتك من الديموقراطيين انه يحطوها في سدة الحكم يعني تبان للناس ان هي اوريدي رئيس فهي هتكمل فترة تانية اه احتمال ده توقع يعني ممكن يبقى خاطئ تماما يعني انا مش عراف يعني بس لكن اعتقد ان اسهمها اعلى دلوقتي بكتير لان شابة اصغر في مش شابة يعني اصغر في السن ذاتة بشرة بالنسبة له شابة اه اه بالنسبة له وست و مش بشرة وست ومش بيضة والامريكان بيحبوا الحاجات دي واول زي ما حالك شفت في انتخابات 2020 اول امرأة من اصل غير امريكي اه الامريكان بيحبوا داتة هو دونالد زي ما قلت حالك دونالد ترامب غلط غلطة كبيرة انا جاب حد امريكي ابيض بنفس الفكر بتاعه بهذا الشكل كان لازم يبقى فيه تنوع كان لازم يبقى فيه تنوع عشان يقدر يجذب الناس انا حاس حملة كامالا هاريس بتفكرني شوية بحملة اوباما فكر يس وي كان هو كسب على فكرة بيس وي كان يس وي كان بس دي اه ومحدش كان نقدر يصدق انه على فكرة براك اوباما يعني لو ذاكرت لو ذاكرتي حقيقية انه قعد في السنة تلات سنين بس قبل ما ترشع كرئيس هي حملته والانتخابية احنا بندرسها كأحسن حملة انتخابية يقدر يعملها استخدامة السوشال ميديا وجذبت الشباب وياس وي كان طبعا انت تسمعي انا سمعت خطاب براك اوباما في جامعة القاهرة هنا قلت ايه الجمال ده كلنا قلنا ايه ده ايه الحلوة دي فيه شغل مفيش بقى السلام عليكم وكل الحاجات لا لا فيه شغل لا ما فيه شغل خلص يعني ما فيه شغل كلام حلو كلام معصول وكلام ساحر ماجيشن ولكن ما فيه شغل ولا حاجة زي برضو محاضرتك قلت اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب ده حل الحزب الديمقراطي طيب اذا 77 يوم بالتمام والكمال على الصباق الانتخابي احنا نبدأ نشوف يعني الناس بقى بتنزل في الشارع لو ما حصلش كورونا جديدة او فيروس جديد وده توقع تاني ده توقع يعني عشان نعمل التصويت بالبريد ايوه من شهر كده كنا سمعنا ان عداد كورونا بتادي تزيد في امريكا فحد من صحابي بيقولي ده خلي بالك منه عشان التصويت يبقى بالبريد مال انت انت خالد دقل وإيلون ماسك هيبقى ليه دور في الموضوع شكله هو إيلون ماسك واخد الموضوع تحدي المرة دي لانه شايف انه حصل ظلمة في الانتخابات اللي فاتت وحابب انه يدي بلاتفورم ايه او منصة للجمهوريين انهم يتكلموا منه بصي يعني انا عشان بس عشان ابقى واضح السيناريو مفتوح الجميع مخت يعني الجمهوريين يمنيين متطرفين والديمقراطيين يعني انا دايما بقول انا جمهوري بـ قيم قيم ديمقراطية اه بحب الجمهوريين في حاجات انه هو ناس وطنيين ودوليين يعني بيحفظوا على كيان الدولة الامريكية ولكم بحب في الديمقراطيين هم بيشوفوا الاقلية وبيساعدوا الناس الفقرة بس ما ينفعش برضو نخلي الفقرة دول عاطلين ومستخدمين اموال الحكومة الناس اللي بيشتغلوا من هنشوف 77 يوم وهنشوف ايه اللي هيحصل وربنا يستر اشكرك شكرا جزيلا دكتور مايكل مورجن وفي النهاية هبدأ او هختم باللي احنا بدأنا به الفيديو اللي كنت حابة اعرضه عليك لما قلتلي انه هو بصوره للمواطن الامريكي الاعلام الامريكي بيصور بيعمل 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 اطار معين لأي حاجة علشان يخلوا الامريكان سواء شعب او حكومة انهم يتجهوا في اتجاه معين عندي فيديو بعته لنا دكتور سامي عبدالعزيز طبعا الاستاذ الاعلام الكبير الصحفية امريكية بتبين للناس ازاي الاعلام الامريكي بيتحايل لتبرئة وده خطورة سلاح الاعلام يعني الاعلام ده سلاح لوقت طب خلاص انا بشكركم شكرا جزيلا تابعوا الفيديو اكيد هنتكلم عن الفيديو تاتتي